النهاردة محمد شريف كتب حاجة على انستجرام ستوري على انستجرام بيعتذر فيها لجمعين النادي الاهل لو الستوري دي جاهزة معنا جماعة يريد نعرضها وتعالوا نشوف محمد شريف قال ايه بالزبط يعني ربطا بالكلام اللي قاله مارس الكرة يلا نشوف لو مش جاهزة معنا قوليني مش جاهزة يا جاهزة ايه طيب محمد شريف قال قدر الله مشاء فعل بعتذل لكل جماهير النادي الاهل عن الهدف المؤكد والذي كان ممكن ان يتسبب في تعزيز الفوز اشعر بكل مشجع زعلان وربنا واحده عالم اللي انا فيه واعدكم بالافضل في الفترة القادمة في كافة البطولات انا واقف عند الحتة اللي هي بيقول فيها ربنا بس اللي يعلم اللي انا فيه انا مقدر جدا اللي محمد شريف فيه يعني لو جماهير النادي الاهلي زعلانة دلوقتي ومتأثرة جدا بفرصة محمد شريف فما بالك اللاعب نفسه اللي ضيع فرصة شايفها سهلة جدا يعني هو نفسه بيقولي نفسه دي لو تعادت الف مرة مش هضيعها ولا مرة وضعت بس واشكا بقولك المقدر اللي محمد شريف فيه بس محمد شريف محتاج هو نفسه يبقى اكثر تركيز بيتضرب كويس بيتضرب تدريبات منفردة بيشتغل على المرمى اكتر من كده محتاج يركز محتاج يركز تاني ويفهم انه مش مواجم النادي الاهلي الاوحد مش معنى ان انت كنت هدف دوري في مرة فانت خلاص كده بقت اعظم مواجم في العالم ولا معنى انك سجلت في الزمالك او بتسجل في الزمالك غالبا في المباراة الاخيرة فده معناه ان انت عند جمعين نادي الاهلي هتفضل حاجة عظيمة كل ده عند جمهور النادي الاهلي لا شيء جمهور النادي الاهلي عايز اللاعب بتاعه او الهدف بتاعه طول الوقت مركزه طول الوقت بيسجل وطول الوقت في احسن احواله ده ينطبك لمحمد شريف وباقي اللاعبين